اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وفقرة الصحافة نتكلم فيها عن الحصاد الرياضي في نهاية الاسبوع ويمكن اهم ماتشين اتلعبوا كانوا الزمالك والجونة وفاز في الزمالك 1-0 وكان بهدف العملاق احمد حسن وجون من مسافة بعيدة جدا يمكن كل اللي شاف الماتش او حتى اللي ما شافوش وشاف نشرة الاخبار هياخد باله جدا من الجون وكمان كان الماتش التاني الاهلي والانتاج الحربي والتعادل وجون الانتاج الحربي عليه كلام كتير جدا وعليه شك هيكون مشرفنا استاذ عمر الدرديري النقد الرياضي بجارة الاهرام هنتكلم معاه عن تفاصيل الماتشات صباح الخير فان صباح الخير بالاول عايزين نتكلم على مستوى الفرق مبارح الاهلي والزمالك والانتاج الحربي والجونة الحقيقة عودة الدورة من جديد انا شايف انها عودة حميدة الفرق بدأت تعود لمستوها فترة التوقف الطويلة اللي فاتت كانت فترة يمكن اثرت بالسلب على الكورة المصرية بشكل عام شفنا الدئيل الفرق المصرية تراجعت بسبب التوقف الطويل جدا 45 يوم او اكتر من 45 يوم لكن لما بدأ الدور يعود بدأت المستويات بدأت تعود مرة اخرى شفنا الاهلي والزمالك بدأوا يعودوا للصورة شفنا المنافسة بدأت تحتدم مرة اخرى شايفين حتى الجماهير بدأت تتفاعل في المدرجات مع الاحداث بدأ اقبال جماهير جديد بدأ الترس اهلي او الترس زمالك بدأوا يتفاعلوا مع فرقهم شفنا مباراة الاسبوع التلاتاشر كان فيه امال عريضة جدا على مباراة الاهلي انت زي النادي الاهلي بعدما عمل عرض قوي جدا وعرض مشرف جدا للكورة المصرية امام بايرم يونيخ في قطر شفنا اد ايه الناس كانت متعطشة لمكسب كبير للنادي الاهلي لكن شفنا فريق الانتاج الحربي بقيادته الجديدة كابتن محمد حلمي قدر يقود الفريق بشكل جيد قدام البطل اللي هو النادي الاهلي وحامل لقب البطولة شفنا كابتن محمد حلمي اعاد تشكيل فريقه اعاد ترتيب اوراقه من جديد شفنا فريق الانتاج الحربي انبارح فيساوب جديد في الشرط الاول كانت الغلبة لي كان بيؤدي اداء افضل بكثير من حامل اللقب شفنا النادي الاهلي قد ايه تراجع مستوى عفوا مستوى تراجع قد ايه وما قدمش العرض المنتظر اللي قدمه امام باير ميونخ النادي الاهلي يمكن كان فيه نوع من الاجهاد بيصيب لعيبة النادي الاهلي الكبار شفنا حسام غالي تراجع مستوى بعض الشيء شفنا جده اقل من مكان امام باير ميونخ ده كله بيقول ان النادي الاهلي كانادي بطل وكانادي كبير لم يقدم العرض المنتظر وشفنا ان الانتاج الحربي اللي هو كانت نتائجه تدهورت بشكل كبير في اخر سبع مباريات في الدوري وشفنا الكابتن محمد حلمي قدر يعيد هذا الفريق من جديد قدر يقدم في اوراق اعتماده في اول مباراة ليه وقدر يكون الغلبة ليه يحرز هدف التقدم ثم الاهلي يعود لاعتعادل بنتيجة المباراة شفنا احداث المباراة الصخيبة طوال المباراة كان فيه نوع من الاعتراضات على التحكيم بسبب الهدف اللي احرزه فريق ماذا صحة الاعتراضات على هدف الانتاج الحربي واعتراضات الجزئة بالذات كانت عالية جدا الحقيقة انا يعني عايز اقول المدربين طبعا معذورين جدا في التوقيت ده بالذات فيه منافسة وجزئة بينافس ورغم ان ادارة النادي الاهلي بتجبره ان يروح يلعب مباراة برا في هذا التوقيت طبعا دي بتأثر على اداء الفريق لان اللعب المصري ما بيقدرش يستحمل الاجهاد الكبير اللي بيلعبه في الفترة في المباراة الديقة لكن شفنا جزئة طبعا كان بيعترض على الهدف اعتقد يعني عندنا مشكلات حكيمية احنا في مصر كبيرة اعتقد عندنا مشكلة كبيرة والهدف يمكن لما اتعاد اكتر مرة واضح كويس جدا ان الهدف من تسلل واضح لكن طبعا يعني انا بعض الحكم متحة الحوفي اللي كان بيدير اللقاء لانه هو يمكن قراراته كانت جيدة الى ان احتسب الهدف ده فبدأ يتعصب مع المباراة وبدأ يتأثر بالقرارات وشفنا طرد اثنين لعيبة من نادي الانتاج الحربي فبالتالي الانتاج الحربي اضطر يكمل المباراة بتسع لعبين فقط ده كان طبعا لود عالي على فريق الانتاج الحربي لكن في النهاية هكذا تقول كرة القدم يعني حلاوة كرة القدم بمشاكلها التحكمية حلاوة كرة القدم يعني او جمال كرة القدم فيه من ضمنه التحكم اللي هو احيانا بيخطأ واحيانا بيصيب طب تعليق حضرتك ايه على تشكيلة الانتاج الحربي هل تعتقد ان التشكيل كان فيه جزء من المشكلة بالنسبة للنادي اهلي والله لا هو مش التشكيل كان فيه مشكلة هو النادي الاهلي غاب عنه طبعا يعني اساسي في خط الهجوم عماد متعب ونحن عارفين ان عماد متعب مهاجم مؤثر مش على مستوى النادي الاهلي فقط ولكن على مستوى مصر طبعا بالتأكيد خط هجوم النادي الاهلي تأثر بعض الشيء لغياب عماد متعب لكن انا شايف ان التشكيل كان جيد مستر جوزيء تلاعب باوراق بشكل او باخر شكل جيد لكن هو مشكلة النادي الاهلي كانت في الاجهاد اللي حصل لعبته لانه يلعب في الدوري كل ثلاثة يام مباراة ده اجهاد على اللاعب المصري بجانب انه يسافر قطر يلعب مباراة ويرجع تاني ومطلوب منه يكسب انا اعتقد انه ده بيمثل صعوبة لأي فريق في مصر ومش النادي الاهلي بس لكن شفنا برضو في بعض اللاعبين اللي ظهروا بمستوى جيد شفنا وليد سليمان كان بيكافح حد ايه في الملعب شفنا عبدالله السعيد كان لعب جيد وبيحاول طول المباراة لا النادي الاهلي برضو عنده زخيرة حية من اللاعبين لكن الاجهاد اللي بيتعرض له وده يعني من الطبيعي انه بيقع منه مباراة بتكون غير محسوبة اسناء مارسون الدوري الطويل لكن مارسون الدوري طويل وما زالت المنافسة طويلة ما بين الاهلي او الزمان طب بالنسبة لأداء الانتاج الحربي اللي كان جيد حضرك شايف اداءه كان عمل ازاي وتشكلته والفترة القادمة ايه اللي متوقع من المدير الفني الحقيقة الفريق الانتاج الحربي ظهر بسوب جديد تماما الكابتن محمد حلمي كان يعني قدر يستوعب اداء الفريق في فترة صغيرة جدا يمكن هو تولى مسؤولية الفريق قبل المباراة بحوالي 48 ساعة لكن قدر يتعرف على مواطن القوة والضعف فريقه قدر يتعامل مع الاوراق اللي هو اللي عنده قدر يلعب الافارقة اللي قدروا يغيروله بعض الشيء من النتيجة يمكن هاجم النادي الاهلي او فاجئ النادي الاهلي انه بيهاجموا مع بداية المباراة ويمكن ده الهجوم ده كان مباغة للنادي الاهلي فاجئ النادي الاهلي انا شايف فريق الانتاج الحربي بيضم لعبين على مستوى عالي عنده عناصر جيدة اعتقد الكابتن محمد حلمي كان مدرب عنده خبرات عالية جدا ومن المدربين الوعيدين في الدوري اعتقد ان في الفترة الجاية هيخطو خطوات واسعة بفريق الانتاج الحربي وهيكون من الفرق اللي بتنافس يعني او بتدخل على المربع الزهج اعتقد ان هو نجح في خطوة على الطريق ان هو منع النادي الاهلي ان هو يتصدر الدوري وفي الاخر بقى بعد يعني في المتابة التانياب كانت فرصة قوية للنادي الاهلي ان يتخطى حرس الحدود اللي متربع على القمة كانت فرصة ان لو كسب المباراة دي وكانت التوقعات كلها قبل المباراة تصب في مصاحب الانتاج الحرس متقدم بفرق نقطة لو الاهلي كسب كان هيتقدم على الحرس وكان هيستعيد المقدمة من جديد اعتقد ان الفرصة راحت من النادي الاهلي صحيح واوقفها الانتاج الحربي وهو فريق ما كانش مصنف في الفترة الاخيرة لكن ظهر بشكل جيد لكن زي ما احنا عارفين ان كرة القدم مرس طويل والدوري العام مرس طويل بيفوز بيه في النهاية الفريق الافضل واللي عنده قطع غير افضل والفريق اللي هيقدر يكمل المشوار للنهاية جميل طيب طبما احنا اتكلمنا عن مطش الاهلي والانتاج الحربي في الاسبوع الثلاثة عشر من الدوري الممتاز خلينا نتكلم بقى نتنقل لمطش الزمالك والجونة ونتكلم عنه بالتفصيل وطبعا كان فيه هدف يعني من السقر المصري احمد حسن هدف كان قوي جدا ويخطف العين لانه مسافة بعيدة ومن القزائف اللي هي لا ترد يعني لا تصدر لا ترد زي ما بيقول الحقيقة مباراة الزمالك والجونة كانت مباراة مهمة للفريقين يمكن فريق الزمالك كان تعصر في الفترة الاخيرة في المباراة المؤجلة من الاسابيع القادمة عمام بترجيت الزمالك كان محتاج كويس جدا ان يفوز بهذه المباراة محتاج التلاتة بنت اللي يكسبهم عشان يصل لستة عشرين نقطة كان الزمالك عشان يصل لستة عشرين نقطة الزمالك كان محتاج جدا المكسب ده خصوصا ان هناك مشاكل في الفريق الفريق بيعاني في خط الهجوم بيغيب عنه عمر زكي منذ فترة طويلة الفريق بيعاني في خط الدفاع بعد اصابة صلاح سليمان الفريق كان عنده اهتزاز بعض الشيء في حراس المرمى لكن يمكن شوفنا في اخر تلات مباراة قد عبدالوحد السيد بدأ يستعيد مستوى وبدأ يدخل فرموت مباراة وبدأ يكون هو السد المنيع للنادي الزمالك في المباراة الاخيرة مباراة الزمالك والجونة كانت مباراة صعبة للفريقين خصوصا ان الجونة دايما بيلعب مباراة قوية قدام الزمالك يمكن تاريخه دايما بيوقف انتصارات الزمالك ودايما بيعمل تعادلات معاه الزمالك دخل المباراة وهو لا بديل عن السلس نقاط يمكن حسن شحاته ركز مع لعبته على الكرات السابتة يمكن هي الكرات السابتة اللي احرز منها الفريق هدف الفوز الزمالك لعب شوت اول بشكل جيد جدا تفوق تماما على الجونة في الشوت الاول احرز هدفه احمد حسن زي ما قلنا لكن الفريق كان عنده فرص ان يضاعف من هذا الهدف باكتر من هدف اخر لكن عايز اقول ان كان فيه نوع من المبلغة لدى شكابالة نجم الفريق انه وصل للجونة اكتر من مرة وكان يعني بيتصرف في الكورة بشكل فردي اضاع اهدف كتير على نادي الزمالك بشكل استعراضي شوية بشكل استعراضي شفنا اكتر من فرصة ضاعت من نادي الزمالك كان يعني الفرق الكبيرة المفروض انه بتتعامل قدام المرمى بشكل افضل من كده بشكل احتراف وابرة بالتهديف بردو مضبوط لانه كمان خصوصا ان الواحد صفر ده النتيجة غير كافية تنهي بها المباراة ويمكن شفنا نادي الزمالك في اخر ثلاث مباراة ليه بيكسب واحد صفر بالعافية وبيتعادل في اخر لحظات لانه ما بيعززش الهدف الفرق الكبيرة لازم تعزز الهدف يمكن نادي الزمالك عنده بعض العيوب الفنية اللي شفناها في ارض الملعب واضحة جدا عنده مشكلة في خط وسط الزمالك مركز الوسط المدافع في نادي الزمالك يعاني ويعاني بشدة ما زال ابراهيم صلاح مش في مكانته الطبيعية في الملعب مثل الموسم الماضي او اللي قابله ابراهيم صلاح بعيد تماما عن مستوى احمد المرغاني بعيد عن مستوى ففي مشكلة حقيقية في خط وسط الزمالك في مركز الهدفيندر او اللاعب الوسط المدافع طب وتكتكيا الموديل الفني كان مفروض يحلل والله تكتكيا مشكلة لانه لعيبة الزمالك في هذا المركز اقل بكثير من لعبين الموجودين مثلا في الاندية المناظرية ولذلك يمكن نادي الزمالك بيبحث عن لاعب في هذا المكان لتدعيم صحوفه في يناير واحنا عارفين ان القيد هينتهي يوم 15 يناير والزمالك محتاج ان يقيد لاعب جديد لهذا المركز في يناير واعتقد ان دي مشكلة نادي الزمالك المزمنة هذا الموسم منذ بداية الموسم ازمة نادي الزمالك في وسط الملعب لانه بنشوف الكنتر اتاك او الهجوم المعاكس اللي بيعمله اي فريق بيصل لخط دفاع نادي الزمالك مع اول هجمة لانه مفيش خط دفاع اولي بالتالي المدير الفني متكتف يعني بالتالي عنده مشكلة الكابتر حسن شعطة عنده مشكلة حقيقية لكن يمكن الكابتر حسن شعطة اعلن انه اسلام عوض لعب امبي هو الحل لهذه الازمة لكن طبعا ما زالت هناك مفاوضات ما بين الزمالك و امبي واعتقد ان المفاوضات دي هتنتهي خلال الساعات القريبة القادمة بان نادي الزمالك هيفوز بالتعاقد مع اسلام عوض لحل ازمة لعب الوسط المدافع في الفترة الاخيرة لو حالك شايف التشكيل بالشكل ده في الاطار ده كان موفق بان حسن شعطة والله الكابتر حسن شعطة لعب بالتشكيل اللي ثابت ليه خلال الايام الاخيرة عنده اصابة صلاح سليمان في خط الدفاع دفعت الكابتر حسن شعطة انه يلعب بمحمود فتح الله وهاني سعيد بجوار بعض امام عبد الواحد السيد يمكن ده برضو كان حل مقبول الى شكل كبير لكن تشكيلة نادي الزمالك بشكل عام بينقصها محمد عبد الشافي كظاهير ايصر حر بيقدر يبقى جناح ايصر في الخطوات الهجومية لكن في النهاية عايز اقول ان نادي الزمالك تشكيلته تشكيلة سبتة الى حد ما لكن ينقصها بعض العناصر الاساسية مثل وجود رأس حربة على مستوى عالي زي عمر زكي اللي هو غاب في الفترة الاخيرة ما عندهوش ظهير ايصر اللي هو محمد عبد الشافي في ظل غياب حاسب امام عن الجناح الايمن ده كلها مشاكل بتؤثر على مستوى ودليب انه الهدف اللي هو فاسبي هدف جي من ضربة سبتة مجاش نتيجة تكتيج ويحرز الهدف اكيد وبعدين نادي الزمالك بقاله حوالي ثلاث ماتشات بيعاني بيحرز هدف واحد بس في كل مباراة وبيصل للجوم كدير لكن ما فيش حد يقدر يترجم الهجمات دي الى اهداف لكن المتوقع انه بعد اللاعبين الجدد اللي هيجوا الفريق انه اوضاع تتحسن اعتقد ان الزمالك في الدور التاني هتدارك الموقف ده كابتر حسن شحاته يمكن رفض تماما انه يرجع لخطة 3-5-2 الدفاعية ان يلعب بيها مرة اخرى اللي كان بيلعب بيها مع منتخب مصر لا بيعتمد على طريقة 4-4-2 ومشتقطها يمكن كابتر حسن شحاته عايز يلعب بفكر هجومي مع نادي الزمالك لانه عارف ان النادي الزمالك نادي منافس فبالتالي ما ينفعش معاه ان يلعب بفكر دفاعي لابد انه يهاجم لان الزمالك دايما محتاج للمكسب ومحتاج لانتصارات المتتالية فبالتالي مهمة نادي الزمالك مهمة صعبة وشقة في ظل غياب المهاجمين الاكفاء يمكن اللي عوض غياب عمر زاكي بعض الشيء وجود او ارتفاع مستوى احمد جعفر بعض الشيء في بعض المباراة لكن بنشوف احمد جعفر بيحرص في المباراة وبيصين فترات طويلة فبالتالي بيتأثر الاداء الهجومي لنادي الزمالك يمكن اللاعب النيجيري الاصل برضو بدأ يعيد ترتيب قط هجوم نادي الزمالك اللي هو رزاء بدأ يعيد الفاعلية الهجومية لكن ما زال نادي الزمالك يعاني هجوميا واعتقد ان النادي الزمالك محتاج في يناير مثل ما هو محتاج للاعب وسط مدافع هو محتاج لمهاجم على مستوى عالي في حالة غياب عمر زاكي او عرضه للجاة في الفترة الجاية استاذ عمر الدرديري النقدر بياضي بجارية الاهرام نورتنا يا فندم ونتقابل في اسبوع جديد بقى للدوري المصري الممتاز اهلا بي نورتنا يا فندم مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا فقراتنا لسه مستمرة هنفضل معاك وغاية الساعة 11 على الهواء لكن بعد الفاصل اللي جاي تابعونا